أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مباضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مصمع وراعنا لي بأسنة وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم معكم من قبل أن نطمس بجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألن تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يكبرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يغطون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلك فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعا وكفى بجهن مسعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصمي النارا كلما نضجت جلودهم ببددنا جلودا غيرا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها أبدا لهم فيها أسباج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقبيلا